ليت النهاردة حوار مبارح لموقع من مواقع قريت الحوار على لسان متحة الزاهد السيد متحة الزاهد ده رئيس حزب التحالف والشعب الاشتراكي وده أحد قيادات الحركة المدنية الديموقراطية وأنا السيد متحة الزاهد أعرفه من التمانينات لسه كان جريت الأهالي ولسه صحفين صغيرين يعني شباب كده فأنا فجئت بكلامه النهاردة يعني بيتكلم على بيقول كلم عن انتخابات الرئاسية يعني وبيقول إن احنا عايزين ضمانات في هايزين انتخابات وبشكل واضح كده قال لك إنه مشهد انتخابات الانتخابية القادم وإنه الحركة المدنية طالبت ببعض الضمانات من أجل انتخابات تنافسية ونزيهة وحقيقية ويتكلم على إنه الإعلام يبقى له يعني مساحات دعاية كافية طبعاً إحنا لسه فيش يعني لسه فيش أي حاجة حصلت يعني فيش أي شيء لكن إنه من بين الضمانات اللي هو طلبها أستاذ متحة الزاهد طلب إيه أستاذ متحة الزاهد خلوا بالكم من بين الضمانات عدم ترشح خلي بالك خلي بالك عدم ترشح من أمضى دورتين متتاليتين على مقعد رئاسة الجمهورية والأمر ده طبعاً لا يخص إلى السيد الرئيس عفتاح سيسي فقال لك عشان ضمانات الرئيس ما يترشح من الآخر يعني والأستاذ متحة لم يقرأ الدستور وأنا هنا يعني جايب الدستور معايا جايب الدستور الحاكم بيني إيه الدستور في حاجة تانية طيب لو قرأ سيد متحة الزاهد المادة مئة واربعين من دستور مصر العظيم ده الدستور عشان ما حدش يقولك إيه المادة مئة واربعين قدامك إيه قال إيه المادة مئة واربعين ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية ثاني تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة الأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين حصل تعديل عام 2019 تقريبا لو سيد متحة ناس الموضوع ده سيد متحة زاهد تقريبا ناس الموضوع ده أنه فيه تعديلات حصلت في 2019 دي النسخة الأخيرة من الدستور يا سيد متحة عشان حكي لما تطلع تتكلم لأنت راجل أنت رئيس حزب أو قيادة في طيار يعني رئيس حزب مينفعش ميبقاش قرأ الدستور عيب طب أنا لما أخاطب القواعد اللي عندي في الحزب وقول لهم كلام لازم أكون قرأة الدستور فأرجع للدستور اللي هو الحكم بيننا وكلنا اللي هو مينفعش حد يخلفه من أول سيد رئيس الجمهورية الأصغر مواطن يعني مينفعش حد يخلف الدستور وبالتالي أستاذ متحة على حضرتك أن تقرأ الدستور أولا والضمانات بالكامل موجودة في هذا الدستور أي شيء يتعلق بانتخابات الرئاسة اللي جاية وغيرها موجودة هنا ضمانات واضحة إشراف قضائي إشراف إيه دا لجنة قضائية لجنة قضائية هي التي تدير العمالة الانتخابية مش موظفين سيد متحة اقرأ الدستور أولا ثم تحدث ثانيا بس مش حاجة أخرى يعني عايز أي حد يتكلم انطبق على السيد رئيس الجمهورية نعم نعم قولا واحدا الدستور هل تخالف الدستور؟ هل في حد يخالف الدستور؟ لا من تنطبق عليه شروط الترشح في هذا الدستور يخوض الانتخابات حدش يمنح حد أبداً حدش يمنح حد بالمناسبة يعني أي حد هايز يخوض الانتخابات أهلاً واسهلاً حد هيقول لا أبداً طب الكلمة لمن؟ الكلمة لمن؟ الشعب وحده لا سلطان على الشعب وبين كل المرشحين أيّاً كانوا أسماء وأعداد الفيصل هو الصندوق الانتخابي حاجة تانية؟ لا باي إيه الديمقراطية باي من تلاقي ناس تقول كلام ولما يجي عندها زي الغرب كده يجي الكلام على حقوق الإنسان فيجي يعمل مكره النهاردة يفرض حل الطوارئ اليوم فرض حل الطوارئ في فرنسا في الأماكن اللي حصل فيها فوضى وتخريب اليوم فرنسا أما تيجي تعمل أقول لك ليه؟ طب أنت ده أنت النهاردة هو فيجي بعض يعني أخواتنا هنا كلموا إحنا ديمقراطية عظيم حد ضدها؟ لا إيه الديمقراطية؟ أي حد عايز يترشح ينزل الانتخابات طب إيه الديكتاتورية؟ أنك تطلب إقصاء سين أو ساد دي بقى الديكتاتورية يعني يجي يقول لك عايزين ديمقراطية عظيم حايل طب حضرتك الديمقراطية قالب به بتتكلموا عليها والدغدغ ومشاعر الناس الناس أو أي ناس بتقول لهم نفسنا وإحنا كمان نفسنا حد ضد ده؟ لا طب ليه أقول فلان ينزل وفلان ما ينزلش؟ هل هذه ديمقراطية؟ لا هذه هذا استبداد وديكتاتورية ليه أنت؟ حضرتك أنا آسف يعني أحبش أقول أنت لأي حد يعني لأنه احترامنا لكل الناس حتى أي حد إحنا يعني زي ما بقول كده هناك معارضة وطنية عظيم جدا تقول كيف ما شاءت زي ما بقول كده الاحترام مهمة أوي أوي زي لكن حضرتك النهاردة لما عايز تاخد الشعب وكأنه أي حد يتكلم ما حدش يتكلم بلسان الشعب شعب هو هو صاحب البلد شعب حدش يتكلم بلسانه شعب هو الوحيد الذي يقرر مين هو اللي يتقل رئاسة مصر وحيد ما حدش تاني لا أحد يمتلك هذا الأمر على الإطلاق انتخابات تدرها لجنة كلها قضاء يا جماعة اقروا الدستور عايزكوا تقرأوا الدستور قبل أن تتحدثوا أنا بقول للجميع لو السيد متحد زاهد وغيره وأنا وأنتو أي حد عايز يتكلم على انتخابات رئاسية ويتكلم على أحزاب اقرأ الدستور أولا ثم تحدثها ثانيا ولما تيجي تتكلم هاتلي مواد الدستور الرئيس الجمهورية أهد المادة 139 و149 ومواد خاصة في الرئيس الجمهورية اقرأوا هذه المواد والمواد موضحها الانتخابات تم إزاي اللي مستقل يجمع كم توكيل أو كم نائف في البرلمان أو كم توكيل من محاوزات كم مواطن يدعوا عملوا توكيلات من كم كل كلام ده موجود ومشروع شرح وافي دستور يا جماعة ليه بيروح بعيد ليه حد يطلع يقول عايز انتخابات تفصيل مش هتحصل انتخابات تفصيل في مصر انتخابات علنية انتخابات للجميع انتخابات واضحة شفافة نزيهة لأي حد تنطبق على الشروط ايه تاني قضاء قضاء بقول لحضرتك لجنة قضائية الهاية الوطنية الانتخابات كل اللجنة من أول رئيس اللجنة آخر واحد فيها كلهم قضاء وايه مش هاي قضاء رئيس هذي اللجنة نائب رئيس محكمة النقد والنواب اللي معاه هو عضاء اللجنة نواب نقد ومجل يعني قضاء قضاء ايه اللي هم أعلى درجات القضاء في مصر عضاء هذي رئيس وعضاء هذي اللجنة شاعدين احترام للقضاء مصر ولا لا هل هناك من يشكك في القضاء لا ده احنا دايما من الضمانة اللي عندنا اي حاجة القضاء دايما نقولي اشراف قضائي يبقى فيه ضمانة انتخابات نازيهة انه فيش قاضي يسمح بأي شيء يخالف القانون انه هو عنده قسم اقسم فيش اي تلاعب ابدا منافسة ليه حضراتكم مش عايزين ليه ده السؤال اللي أنا يعني يعني اتمنى اي حد يتكلم في هذا الامر يقرأ الدستور ولما يقول ديمقراطية ديمقراطية معناها ما يكونش فيه استبداد في كلامنا او توجهاتنا ديمقراطية معناها انتخابات امام الجميع وللجميع من غير ما نمنع ومن غير ما نتشرط ومن غير ما ناخد حاجة احنا يعني نيابة عن الشعب الشعب اللي مش عايز حد مش هينتخبه لو عايز حد هينتخبه زي ما يقول كده هو صاحب القرار الانتخابات الشعب المصري من له حق الانتخاب هو المواطن محدش ابدا رقيب على المواطن ولا حد يوجه المواطن ولا حد يجرؤ يوجه المواطن المواطن صاحب قراره يروح الانتخابات ينتخب من يراه صالحا لحكم مصر هل عملي دي فيها مشكلة حد طلع تاني يقولك ايه انا مش موافق على دستور تعديلات دستور ان شاء الله موافقت رأيك ولا ولا يهم الناس ولا يهمهم على فكرة يعني ان شاء الله موافقت وانت كايم اصلا انت مين انت مين رأيك ليك انت عايز تحتكر كمان الرأي ده حصل دستور خلاص ده حد طالع يقولك انا التعديلات اللي حصلت انا الدستور ده انت مش معترف بالدستور ده عايزك تقول انا عايزك تقول ان انا مش معترف بالدستور ده طب انت بتكلم باسم ايه عايز اي دستور عايز اي دستور شعب المصري شعب اللي عمل دستور ده يعني انت مش عجبك مالين المصريين اللي نزلوا عشان هذا الدستور يعني الدستور شعب اللي عمل استفتاء بترمي كلامهم ورأيهم اكنه مش موجود وجايين تكلموني حالة ايه تكلموني حالة ديمقراطية اقلية محدودة محدودة للغاية لا وجود خلينا نتكلم بجد بقى لو انا عايز اتكلم بجد يعني لا وجود على الارض ايه الامارة ما احنا ناس في الشارع ده احنا ناس في الشارع وبعدين يجي الكلم يقولك ايه ويفت عند جملة كمان غريبة قوي بيقولك انه جلسات الحوار الوطني شايفها الاستاذ متحد الزاهد انها غير مناسبة وانه كان الافضل نتكلم بس في الملف السياسي الملف السياسي الله حوار وطني ده الحوار ده جمع الشعب المصر وقطيها في الشعب المصر ده في ناس موجودة في الحوار وانا بقولك على الهواء قلتها وبقولها يعني ناس قبلهم ناس كشعب يعني بس ايه انه دعا له السيد الرئيس وبالتالي الناس تقبل انه فيه ناس يبقى موجودة ناس اصلا مش عايزة تشوفهم اساسا وكلمك بجد وانا بقول كلام انا بقول كلام الناس لكن موجودين خلاص طالما السيد الرئيس ده على هذا الحوار خلاص يعني تيبقى نسمعون ويبقى فيه رأي ورأي آخر ورأي تاني ده مش ده كمان ما هو موجودين الحوار الحوار بالمناسبة يعني مش عايزة اقول يعني كل الناس موجودة ما عادة جماعة لاخوان الارهابية طب ايه تاني ايه تاني يقول لك ايه كمان قال لك انه ما بيدوش وقت للناس لا بيدو وقت للناس كلها كل الناس زي بعضها قال لك انه ما كانش ينفع يبقى كان مفترض الحوار يبقى الملف السياسي بس بلد يا راجل هو انت مش داريا بالناس انت مش عارف الناس عندها ازمة اقتصادية واحنا برج عاجو ولا حاجة شيء ازمة اقتصادية طب ملف الاقتصاد ده مش مهم ملف اجتماع مش مهم العدال مش مهم يعني حاجات دي مش مهمة للناس ده دي مهمة على فكرة الملف السياسي مهم جدا ولكن الاهم منه للمواطن على فكرة المواطن مش مهتمة اوي 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 يعني الحاجات السياسة اقول لك حاجة محدودة اوي الناس يهمها اكلها وشربها وحياتها وعلاجها وصحتها ويأكل بكام ويحرق بكام ويجيب ازاس الزيت بكام وياخد التموين يوم واحدة الشهر من منافس التموين ويلاقي اللحمة كويق رخيصة ويلاقي الحاجة متوفرة ده ليهم المواطن اذا عايزين تتكلم بلسان المواطن ده ليهم المواطن غير كده يبقى احنا بنتحك على بعض والله لا يهم المواطن انه موين في السجن ولا مين هو والله ما يهم المواطن بحلف لك بالله والله يا أستاذ متحك والله ما يهم المواطن يهم فئة محدودة للغاية 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 لكن لا يهم المواطن مين طلع ولا مين نزل بدليل لما تنشي الخبر زي كده ولا حد بيهتم به المواطن يحتمي بايه لما يتكلموا عن عشته وعظيم جدا الحوار الوطني عمل ده وفتح ده يهمه صناعته يهمه استثمراته اللي احنا بنتكلم عليها يهمه تشغيل الناس يهمه هتعالجه ازاي ده اللي يهم المواطن ما ظل التأمين صحة تبقى ازاي ما عشته تبقى شكلها ايه ده اللي يهم المواطن الملف السياسي ملف صحيح مهم جدا ولكن هواتك وتعزيل الحوار السياسي والوطني عشان اكلم على مين يفرج عنه ومين في السجن هو ده مشاكل مصر كلها والكوارس اللي احنا بنواجهها والتحديات اللي عند البلد اعمل حوار وطني دعا ليه السيد الرئيس عشان مين في السجن ومين يفرج عنه وعدل قانون الحرس الاحتياطي وقوانين كذا لا يعني المواطن لا يعني الميت مليون يعني فئة من المواطن فئة محدودة جدا 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 من الناس لكما تيجي تكلمه على حياته تعني كم الميت مليون وخمسة مهتم قوي حوار وطني يطلع النتائج بنسباله ازاي يهتم قوي تشريعات تتعمل من حوار وطني ازاي حوار وطني ده حدث مهم انتوا عايزين ليه تفرغوا الحوار الوطني من مضمونه التعب والجهد الكبير والاجتماعات اللي تستمر بالسابعة والثامن وعشر ساعات ليه سمعت الناس وفتحت مجال ليهم وسمعتهم ازاي حاجات منها على الهوى واحنا بنعرض و بنجيب و بنتكلم وكله بيتكلم ليه عايزين هذا الحوار ما يبقاش ناجح ليه ليه في محاولة ان الحوار ده ما ينجح هينجح ان شاء الله ينجح فعش حاجة ست رئيس ما تنجحش في الاقل لا هينجح الحوار الوطني ويبقى ليه نتائج ايجابية تنعكس رقم واحد مش على الاحزاب على المواطن المواطن اولا الحكاية مش هناخد فيه كعكة هنقسمها مع بعض فيه مئة مليون لازم تبقى اطراعوهم اي حد يتكلم يتكلم عن مئة مليون ما يتكلمش على كم واحد وطن وطن ينهض وطن فيه بيواجه تحديات غير مسبوقة عدتوا وتقالكوا وتقالك كلام وبتعملوا اجتماعات وبتعملوا قاعد ويا جماعة بنواجه تحديات شكلها واحد اتنين تلات اربعة من جوة من برة ودي سبعة تمانية عشرة وقدنا مع بعض كلنا ومفيش حاجة اسمها معارض ومؤيد فيه حاجة اسمها وكلنا مصريين كلنا معانا مصاحة وطن مش حاجة اسمها انت فيه هنا وانا هنا كلنا هنا مع عدد اللي اتفقنا عليهم كلنا انتوا واحنا مش عايزة يقولوا انتوا واحنا احنا كلنا مع بعض عشان نعدي مرحلة صعبة اتركوا الرأي للناخبين اتركوا مسألة المين يأتي رئيس لمصر للرأي للناخب اللي هينزل الانتخابات كفاية مسألة اقصاء احنا قمنا على الاخوان عشان اقصوا الشعب كله في تلاتين ستة قمنا عليهم عشان كده لما اخوانه والتمكين بدأوا التمكين فاتيج النهاردة تكلمنا على الرئيس ما يخدش انتوا اللي هو بصفة مين ملتزم بدا انا ملتزم بدا وحضرتك ملتزم بدا والسيد رئيسي جمهورنا ملتزم بهذا الدستور شعب ناصر كله ملتزم بهذا الدستور يعني الناس اللي نزلت بتقول لهم انتوا مش معان انتوا مش موجودين ملين نزل دول مش موجودين واسمع صوت مين فارجوكم ارجوكم هذه مرحلة مهمة في تايخ بلدنا كلين لازم نقف مع مصر بولكش نقف مع الرئيس الجمهورية لا نقف مع مصر بس والمصر تتسأل الكل بما يجري الحوار الوطني هو نموذج مصغر من اتجاه الدولة المصرية الرئيس دايما يقول كده سيادته دايما يقول كده احنا مع بعض يا جماعة وتعالوا اللي عنده افكار يجي معانا شاركونا ساعدون بنساعد بلدنا بنساعد بلدنا لكن اصوات في هذا التوقيت للأسف قبل ما تتكلموا بطلب منكم حاجة واحدة اقرأوا الدستور اولا اقرأوا الدستور مش هتقول الكلام اللي بتقولوه الكلام عمالة شوفوا يتابعوا كلام خارج 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 سياقنا الدستوري وزيان بقول لكم تايخ وفي ناس ناس عمالة تتكلم وبالمناسبة انا واحد من الناس ما كنتش عايزة اتكلم في الملف ده دلوقتي على الاطلاق صراحة يعني ولكن النهاردة لما لقيت الكلام ده كلام يعني لازم على اقل اشرحه بدستور بس يعني قلت الكلام لانه لسا ما فيش حاجة عايزي لسا لسا اه عندين انتخابات السنة دي اه لكن لسا ما فيش حاجة يعني لسا ما فيش حاجات عملية تمت لم يبقوا فيه حاجات عملية وحاجات واضحة قدامنا يبقى المجال ناس لكن مش عايز من بدر كده نلاقي طبعا اه يعني الناس عمالة اه يعني اه زي ما بقول كده ايه تتحدث بلسان الشعب حد يشو الله يفوض حد يتكلم بلسانه ابدا ابدا يتركه الشعب هو صاحب القرار هو السيد في هذا الوطن العظيم ترجمة نانسي قنقر